السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوالي كرام معاكم حسين كمال من قناة افهم مني صحة طب تحاليل توزيع العجلية عشاب متابعة مرضى بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملكته وصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلم اخوالي كرام النهاردة احنا قدام موضوع خطير جدا مضعفات السكر مضعفات كتير فحلقة النهاردة إن شاء الله نتكلم فيها عن الكلة السكرية الكلة السكرية جماعة أخطر مضعف من مضعفات السكر أول حاجة جماعة كده يعني لما بتروح للطبيب والطبيب يطلب منك يلاقي السكر بتاعك عالي وبيبدأ يطلب منك تحاليل وإشاعات ويطلب منك كشفات عند أطباء تانية ويقول لك عايزين نعمل رجيم وعايزين نعمل نظام صحي غذائي وتخفض الوزن وتخفض الكلسترول والدهون والحاجات دي كلها فإنت خارج من عند الطبيب يعني مش طايق نفسك وتلاقي مثلا إيه الدكتور كمان يقول لك أنت تاخد أنسولين وتاخد أكراس ولازم تظبط الدنيا بتاعتك وبتخرج من عند الطبيب مش طايق نفسك فأنت المفروض بتعمل إيه المفروض أن أنت بتخرج من عند الطبيب بتقول يا عم ده بأفور يا عم ده بحسوك وبتساوك وكلام كتير كده وبيكبر لي المواضيع عشان أعمل تحاليل وإشاعات وكشفات والكلام ده كل وساعة ما يعني لازم تسمع النصائح بتاع الطبيب لأن هو حضرتك مش 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 الهدف من إحنا نزبط السكر اللي هو عشان الحكومة حط عليه ضرائب لا يا صديقي لا هو عشان يعني نتجنب مضاعفات السكر طيب مضاعفات السكر طبعا يعني كلنا عارفين إنها كتير قوي ومنها اا اا اعتلال الكلا السكري أو الكلا السكري وطبعا يعني مش الهدف إن إحنا بس نوصل لزبط السكر الهدف إن إحنا نتجنب المضاعفات بتاع السكر طيب اا في احسن الظروف لما انت بتقول أنا سكري مضبوط ويكون انت كاشف عنده الدكتور بيكون السكر بتاع تلتمية تلتمية وخمسين فانت بتحس إن انت ده قليل ده كان بيوصل عندي الخمسمية وستمية ده قليل ماشي لا ده كده كتير جدا على فكرة مش هينفع كده السكر كده عالي ولازم نخفض شوية ونسمع كلام الدكتور ويبقى كده ايه يبقى كده نشتغل على النقطة اللي جاية دي النقطة اللي جاية دي يا جماعة إن إن بتسبب نسبة السكر دي بتسبب مشاكل ملهاش أول من آخر أولها اعتلال الكلى السكري اللي احنا قلناها وهنتكلم عنها منتشرة جدا بين مرضى السكر بنسبة 40% وخصوصا اللي هم مرضى من النوعين السكر الأولي ومرضى السكر الثاني اللي هم بياخدوا أنسلين أو أقراض مش هتفرق ماشي اه تعالى بقى يعني اه الموضوع ده في خلال 95% من الناس اللي هم مرضى الكلى السكري دول بيدخلوا بيوصلوا لمرحلة غسيل كله في خلال عشر سنوات أو اعتلال الكلى واعتلال الكلى يا جماعة أهم مشكلاته إن هو بيتمسكن لحد ما يتمكن بيتمسكن بيتمسكن يعني إيه يعني بيظهر أعراض بسيطة أعراض عادية جدا ما تظهرش في الجسم مش اللي هو بقى اللي انت بتموت والكلام ده كله لا الكلة بتظهر أعراض بسيطة جدا اه ارهاق خمول كسل شوية حاجات كده يعني ايه لحد ما توصل لمراحل كبيرة مراحل كبيرة دي بقى ايه زي الورم ماشي اه تورم الاقدام تورم الاطراف اه بتدخل الحمام كتير او مش مفيش تركيز والضغط عالي شوية اه يعني طبيعة النوم بتكون فيه قلق وتوتر وفيه تغير كل الحاجات دي العيان بيرجع عادي بيقول ان هي يعني بترجع على السكر وليس الكلة السكرية الارهاق والضغط العصبي والنفسي وزيادة الوزن ما يخطرش بباله انها ممكن تكون بداية لارتفاع وظائف الكلا ابتدى الطبوز وظائف الكلا اللي هي مثلا الكرياتينين في الدم واليوريا بدأ الطبوز مع ان لو العيان راح لحق نفسه عند طبيب هيلاقي ان هو دخل في المرحلة دي والوظائف بدأت تعليه والطبيب بيعرف ده من خلال التشخيص بالاشاعة والتحاليل الطبية والتشخيص بتاع الطبيب ماشي هقول لكم على حكاية كده جماعة كان فيه بسيطة او كان فيه حد جاي عندي يعمل تحليل سكر عشوائي المهم جايب للتحليل و جايت عبام بقى شايلون اربعة اتنين فوق و اتنين تحت و شايلينه مورم كله ببعضه السكر كام مش هتتخيل يعني اشطر معمل في المنطقة اللي احنا فيها معمل شطر جدا مطلع السكر تمنمية كاتب تمنمية وكاتب في الريبورت تحت ان هو في اليورين احماض كيتونية الاسوتون طالع في اليورين عالي جدا السكر طالع في البلعة يعني عالي جدا جدا ماشي الطبيب اللي عندي في المكان طلب له وظائف كلا و طلب له سكر عشوائي فانا ازاي استغربت تمنمية ده سكر يعني عالي جدا فالمهم روحت عامل التحليل طلع معايا ستمية و خمسين سكر عشو طبعا هو كان مكشف عند تلات اطباء قبل ما يجع عند الطبيب اللي عندنا ده و بياخد انسلين و بياخد علاج الطبيب بقى لما طلب وظائف كلا لانا وظائف الكلا عالية لانا الكرياتين كام لانا الكرياتين تمانية والانا اليوريا حوالي خمسة وتمانين طبعا الآلية سموم في الجسم جماعة ده دليل على ان مظائف الكلا متدمرة اللي هو يعني انت ساكد على نفسك لحد دلوقت ليه وبعد كده بقى يظهر العيان اه نرجع تاني للرجوع بتاعنا اللي هو اه لما انا طبعا الاعراض البسيطة دي بتظهر عندي فبرجع بقول ايه حاجة بسيطة ولكن انت لو رحت عند الدكتور او الطبيب هيقول لك ان دي وظائف الكلا بتاعلى منك ولازم تعمل متابعة على الكلا انت كمريض سكر لازم تعمل متابعة على الكلا فاللي هو بقى ايه انت بتشوف ان الاعراض بسيطة وما بتسألش طيب ويبدأ بقى بتلاقي بقى الدهشة والمفاجأة بتظهر ايه هي ان حضرتك بتلاقي سكرك الزبط ما شاء الله السكر الزبط ويلاقي ان البرشان ملغوش لازمة ويلاقي ان جرعة الانسولين ملغوش لازمة ومش نافعة والكلام ده كله دي الوقت بقى لما بياخد بياخد عفوا لما بياخد الكابسول او بياخد الانسولين بيلاقي ان السكر اتخفض فبيروح ياخد من نفسه جرعة سكر بيروح واخد بيغير من نفسه جرعة الانسولين بيروح من نفسه موقف الادوية والعلاج ويقول لك ايه السكر الزبط عندي من غير ما يرجع للطبيب فطبعا ايه الراجل يقول لك اصانا السكر الزبط عندي من الوصفة بتاع اه حسين اه السكر الزبط عندي من اه وصفة بتاع حد السكر الزبط عندي عند الطبيب كذا وهو يعني ما يعرفش انه سكره عالي جدا في الجسم فجأة فجأة المريض السكر اللي كان سكره اربعمية تلاقيه يدخل في اه اه غيبوبة سكر غيبوبة مقصو سكر ستين او اه او خمسة او ستين مثلا وعايز ياخد نسبة سكر ويفصل شحن ومش عارف ايه لأ ده الكلة هي اللي فصلت الشحن وانقطعت عن العمل تماما وتلاقي فجأة برضو وظائف الكلة علت معها وبتلاقي كمان يعني يا ريت وظائف الكلة بس لأ ده السمون كلها بتاعلى معها اليوريا والكرياتينين والسوديوم والى اخيرة طيب والضغط كمان بيعلى والجسم بيورم وبيحصل له استسقاء في كل حتة ومشاكل كتير جدا بتحصل للجسم طيب المريض يبقى عامل زي الساعة الرملية اللي بمعنى الساعة الرملية ده جماعة انت لما بتروح تنام في شوية راملة كده على اي جنب بتقوم تلاقي جنب ايه وارم الجنب بتاع الرمله وارم فهو انت نفس الكلام لما بتنام على اي جنب من جنوبك بتقوم ايه تلاقي جنبك وارم فهو يبقى عامل زي الساعة الرملية والعيام بقى يدوخ ويرجع ويلقي جسمه كله وارم نفسه تسد عن الاكل وشهيته زي الزفت ومتضماره ومش قادر يقوم من السرير وده بنسميه اعتلال الكلى السكري او بيدخل في الفشل الكلوي ويبقى ملوش الا لغسيل الكلة وزرع الكلة عفانا وعفاكم الله فاي اخوان الكرام يعني لازم اه تاخدوا بالكم من سكركم لازم تنظموا سكركم هتنظموا سكركم بقى ازاي ما ينفعش تكون مريض سكر وزنك زايد ما ينفعش تكون مريض سكر وزنك كل يوم بيزيد وانت لسه مش مش مزبط اه اكلك ونظام النظام الصحي بتاعك وما ينفعش تكون مريض سكر وعمال تشرف في عصاير وتاكل في اكل من من السوبر ماركت وعمال وعمال تاكل في كل الحاجات دي فاحنا عايزين نقول لكم مزبطوا سكركم عشان المشاكل دي عشان ما ينفعش تدخل في مضاعفات السكر عشان السكر بيعمل مضاعفات على الجسم على الكلة على القلب على الكبد على شبكية العين على الاطراف على اه القدم في حاجة اسمها القدم السكري انا نتكلم ان شاء الله عنها قريب برجو ان شاء الله في الحلقات القادمة اه ما ينفعش تكون مريض سكر ومش بتعمل رياضة ما ينفعش تكون مريض سكر ومش بتمشي لازم تعمل كل ده ونصيحة اخيرة لو ظهرت اي حاجة عندك في الجسم اي اعراض اي تغيرات حتى ولو كان صباع رجلك الشمال صباع رجلك الصغية اي تغير في اللون اي تغير في الفم اي تغير في الجلد اي تغير في النظر في الشعر اي حاجة في جسمك فورا على اقرب طبيب وروح واعمل تحاليل لوظائف الكلا اعمل تحليل بول كل حتى ولو سنة يا اخي مرة يعني مش مش بقولك اعملها كل يوم ماشي علشان لو في مشكلة نلحقها اولا باول ونقدر نوقفها ما تخليش الدنيا عندك اه سبهللة ما تخليهاش طميحي ما تخليهاش كده يعني ايه بالبركة يعني مايش البركة يعني كويسة والبركة حاجة حلوة ولكن البركة جماعة مش في كل حاجة يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الاطباء سبب سبب فانت اخذ بالاسباب وتوكل على الله اتركها وتوكل اه واقلها وتوكل فا يعني اه دي كده كانت حلقة ملمة عن الكلاء السكرية ياريت نكون يعني استفدنا من هذه الحلقة ياريت نعمل بهذه النصائح وياريت نعمل شير عشان الناس تستفيد ايضا من هذه الحلقة اعملوا شير ويعملوا مشاركة على جروبات السكر اللي عندكم عشان الناس تستفيد من هذه الحلقة واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من مرضى السكر و اعمل اشتراك في القناة عشان تستفيد بكل حلقاتنا اولا باول حلقات في الصحة في الطب في التحليل في التغذية متابعة المرضى مرضى الضغط والسكر والقلب والسمنة و متابعة الاطفال فتمت الحلقة بنجاح و اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله سبحانك اللهم بحمدك اشهد وان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني كل مرة عشان اجي افصل الفيديو لازم اعمل كده المفروض يبقى معايا حد بقى يلا بقى لما نتزوز بقى